موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى على المحك إن دور لبنان الإقليمي خضع لكثير من النقاش هل عليه أن يكون فاعلا ومشاركا في أزمات المنطقة أم ينأ بنفسه ليحمي داخله وبالتالي كيف ستتبلور استراتيجيته الدفاعية في ظل وجود إسرائيل على حدوده لكن كل ذلك سيبقى محكوما بما هي التكتلات السياسية التي ستفرزها الانتخابات النيادية والمصالح المشتركة التي ستحكمها المرحلة السياسية المقبلة على المحك الليلة يجمل كل هذه العنوين في نقاش سريع وساخ وأراء متناقضة أما ضيوف هذه الحلقة فهم علي حميدي صحافي وكاتب سياسي عمر ناشيبي أستاذ ومحاضر في القانون الدولي محمد عبيد المدير عام السابق لوزارة الإعلام اللبنانية وسامي ناذر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية أهلا بكم جميعا ضيوفنا إلى الحلقة الثانية من على المحك لابد من تذكير سريع أن الحلقة ستكون مقسمة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول هو قسم يتعلق بالسياسة الخارجية بعدها ننتقل إلى بعض المواضيع الداخلية التي تهم طبعا اللبنانيين ويتم الحديث فيها كثيرا في فترة الانتخابات النيابية كل قسم سيكون مدته تقريبا نصف ساعة أو أقل بأربع دقائق وسنبدأ مباشرة مع الموضوع الأول في هذه الحلقة وهو عن نائب النفس السؤال الأول الذي سنترحه هو هل سياسة النائب النفس في لبنان قابلة للتنفيذ نعم أم لا قبل أن ندخل في النقاش لابد فقط أن أذكر المشاهدين خصوصا أن المشاهدين على المحاكم أيضا من الجمهور العربي أن هذا المصطلح شاع استخدامه على ألسل السياسين لبنانيين كثيرا عند بداية الأزمة السورية في عام 2012 في حكومة الرئيس نجيب ميقاطي بعد ذلك أدرش كمصطلح تحييد لبنان فيما يعرف بإعلان بعبدة وبعد ذلك عاد إلى الواجهة مع أزمة الرئيس الحريري في السعودية هذا السؤال المشاهدين الذي طرحناه بإمكانكم الإجابة عليه أيضا عبر صفحات المايدين على مواقع التواصل الاجتماعية والآن سنبدأ مباشرة بالنقاش قبل أن ندخل فيه هل لبنان قادر على تنفيذ سياسة النائب النفس نعم أم لا سأسألك أستاذ علي حمادي انطلاقا من تغريدة للدكتور سامير جعجع وهو طبعا رئيس حزب القوات اللبنانية يقول فيها صديقي الرئيس بري النائب النفس هو النائب النفس ونقطة على السطر ماذا يعني النائب النفس؟ ماذا يعني نقطة على السطر؟ هل اللبنانيون موحدون على تعريف واحد للنائب النفس؟ هذه هي مشكلة لبنان أنه ليس هناك من تعريف واحد لهذا المصطلح الذي يفترض أن اللبنانيين جميعا التقوا حوله طبعا زهر عاد إلى الظهور بقوة هذا المصطلح بعد أزمة الرئيس سعد الحريري في نهاية العام الماضي لكن علينا أن نرى ما هي وجد نظر كل فريق من الأفريقاء لأن الحقيقة أن كل فريق يفسر النائب النفس من زاوياته أنت كيف تفسره؟ أنا أفسرها من زاويات أن هناك تحييد أن هذا الأمر يتطلب تحييد لبنان عن أزمات جميع أزمات المنطقة معدى أزمة واحدة هي أزمة الصراع العربي الإسرائيلي إنما طبعا لها شروطها فيما يتعلق بالجانب العسكري لكن هذا هو المصطلح هذا لم يحصل هذا لم يتم تنفيذه ما يرمي إليه الرئيس سعد الحريري عندما يتحدث عن النائب النفس ليس بعيدا أبدا عن ما يقوله رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع بأن النائب النفس هو الابتعاد نهائيا وبشكل كامل عن الصراعات العربية أو الصراعات العربية الإقليمية أو الإقليمية الإقليمية على أرضنا وخارج أرضنا معدى موضوع لبنان وإسرائيل هذا ما يصده الدكتور جعجع برأيك؟ طبعا لأنه أتى بعد نقاش حول مسألة الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية والعدوان الذي حصل على سوريا أو تزامن مع ذلك؟ على موضوع الضربات أولا صحيح وليس على موضوع لكن هناك خروقات للأجواء اللبنانية من قبل قرارة إسرائيل الخروقات ليس هناك خلاف فيما يتعلق بالخروقات وأستطيع أن أقول هنا بأن الدكتور سمير جعجع الرئيس سعد الحريري يدينون أي خروقات للأراضي اللبنانية أو للمجال الجو اللبناني أما فيما يتعلق بموضوع الضربات على سوريا هذا أمر لا يعني لبنان ولا يجب أن يكون لبنان معنية به لا من قريب ولا من بعيد خصوصا بأن سوريا هي في خضم حرب إقليمية داخلية آلية كبيرة أستاذ عمر توافق أستاذ علي حمد على هذه المسألة النائب النفس هو نائب عن كل أزمات المنطقة مع عدى إسرائيل أنا أفضل أن نعود للنص هناك نص في البيان الوزاري يعبر عن موقف الحكومة وعبر عنه رئيس مجلس وزراء دولة رئيس الحريري الإبتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والفقرة التي تلي تواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والفقرة الثالثة تتحدث عن العدو الإسرائيلي وعن واجب الحكومة العمل على تحرير مزارع شبعة وتلال كفرشوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر هذا وارد في البيان الوزاري الذي تلاه دئيس مجلس الوزراء بالنسبة لهذا الموضوع النائب النفس أنا أعتقد أن الهدف منه هو خلق التوازن في العلاقات اللبنانية مع المحيط العربي والمحيط الإقليمي ولكن هناك نصوص قانونية أنا لا أعرف كيف يمكن تجاوز هذه النصوص ومعاهدات دولية وقع عليها لبنان والتزم باحترامها هناك معاهدة الأخوة والتعاون والتنصيق مع الجمهورية العربية السورية فإذا كان لبنان لا يريد أن يطبق هذه المعاهدة يفترض أن ينعقد مجلس النواب وينظر في تجميد هذه المعاهدة لم يحصل هذا الأمر فإما أن نسعى لنبني دولة قانون ومؤسسات تعمل وفق المعاهدات والقانون الدولي وتحترم المعاهدات التي وقعت عليها أو ندخل بحال مزيد لبنان قانونيا بالمعاهدات التي وقعها لا يمكن أن ينقى بنفسها على العلاقات مع سوريا هذا أمر صعب جدا لأن هناك في المعاهدة وأيضا البيان الوزاية ذكر ميطاق جامعة الدول العربية التي تتحدث عن الدفاع المشترك بين الدول العربية وعدم استخدام الأراضي لدولة عربية للاعتداء على دولة أخرى على كل حال عندما برأيي عندما تدخل العدو الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية واستخدم الأجواء اللبنانية للاعتداء على السوري هذا يتجاوز ليس معاهدة الأخوة والتنصيق فقط وليس القانونين الدولية ولكن البيان الوزاري نفسه برأيي أنا وبمفهومي له أستاذ سامي توافق على هذه الرؤية من وجهة نظر قانون دولي ومجهة نظر معاهدات وقع عليها الطرف اللبناني لا يمكن أن ينقى بنفسه عن أحداث سوريا أنا لدي مقاربة مختلفة أنا أعتبر أن ليس هناك شيء اسمه النائب النفس إنه اختراع أو تعبير مصطلح اخترع في لبنان أنا أعتقد أن هناك شيء اسمه الحياد العسكري للبنان والابتعاد عن الصراعات المحاور والصراعات الإقليمية الحياد العسكري وليس الحياد السياسي الحياد العسكري ليس الحياد السياسي طالما هنا القاعدة الأساسية المؤسسة للعقد الاجتماعي في لبنان المؤسسة للكيان اللبناني هو الابتعاد عن صراعات المحاور والاستفاف على قاعدة طائفية على مشاريع المحاور الكبيرة هذا هو العقد المؤسس للاستقلال اللبناني لأن جوهر المساق كان ذلك لبنان ليس مقرا لبنان ليس ممرا إذن أولا المساق قبل البيانات الحكومية لأن البيانات الحكومية وما يصدر عنها من مرسيم أو بيانات وزارية هي خاضعة لموازين القوى أنا أعود إلى العقد المؤسس فكرة الحياة العسكري والابتعاد عن المشاريع الإقليمية هي فكرة مؤسسة للكيان اللبناني الآن بالنسبة لسوريا هناك مشكلة في سوريا بما يخص اليوم الكلام عن الحياة بالنسبة لما يجري في سوريا قبل أن أدخل بالموضوع السوري فقط لأنك طرحت فكرة هامة سأسألك بعد قليل هل يمكن الفصل بين المسألة العسكرية والمسألة السياسية يعني مقاربة الموضوع بهذه الطريقة المنفصلة هل يمكن أن تكون وقعية أستاذ محمد عباد لبنان يستطيع أن ينأ بنفسه على المستوى السياسي على المستوى الجيوسياسي على المستوى الاستراتيجي لا أولا مسألة النائب النفس بصراحة هي حالة وسطية بين أمرين الأمر الأول الذي كان يدعو إليه بعض اللبنانيين مسألة الحياد عن كل الصراعات في المنطقة وهناك من يذهب بعيدا في موضوع الحياد إلى حد القول بأنه أيضا في الصراع العربي الإسرائيلي أو المواجهة مع العدو الإسرائيلي لبنان يجب أن يكون محايدا بشكل أو بآخر باعتبار أنه قد أدى قسطه في هذه المواجهة سابقا وفي الشق الآخر الذي هو دخول الكثير من الأطراف اللبنانية في الصراعات الإقليمية على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري لذلك وجدت هذه الصيغة التسوية الوسطية باعتبار أنه لا يمكن أن نذهب إلى الحياد هذا الأمر سيفجر لبنان وسكت جزء من اللبنانيين عن بعضهم في التدخلات أو في الاستفافات الإقليمية مع سوريا وضد سوريا مع السعودية وضد السعودية مع السعودية ومع إيران اخترعوا تسمية لطيفة طبعا هي حالة ملطفة بين هذين الأمرين هذه النقطة النقطة الثانية لبنان الرسمي بشكل أو بآخر يتحايل على الوقائع السياسية المحلية والإقليمية بالنائي بالنفس أو باعتماد صيغة النائي بالنفس أما الأطراف اللبنانية فكلها لديها أولا توجهات سياسية لديها علاقات سياسية بالأمس رأينا رئيس الحكومة يتناول عشاء في باريس مع رئيس الفرنسي إيمان نوار ماكرون ومع ولي العهد السعودي طب هذه النائي بالنفس بالمعنى السياسي لا هو استفاف سياسي ما كانت مسألة لقاءات شخصية وعشاء وسهرة إلى جانب الأطراف الأخرى أيضا لديها خيارات وها سماحة السيد كل يوم يردد في المهرجانات الخطابية الانتخابية بأنه في هذا المحور وأن هذا المحور سيواجه الغرب الأمريكي والأوروبي والبريطاني والفرنسي إلى جانب السعودية وغيرها لذلك النائي بالنفس هي صيغة اعتمدتها السلطة اللبنانية رسميا وشكليا بالواقع كل الأطراف هي مصطفى وآخر ما تحدث به والذي تفضلت به في بداية الحلقة موضوع الدكتور سامير جعجع يعني إذا ضربت سوريا من الأجواء اللبنانية يجب أن ينقى لبنان بنفسه هذه ليس نائب النفس هو عمليا تشريع لاعتداء إسرائيلي على دولة عربية شقيقة مهم كان يعني نقبل أو لا نقبل نرضى أو لا نرضى نحب أو لا نحب شكل هذه الدولة أو النظام فيها أو ليست لدينا الآن علاقات طبيعية مع هذه الدولة رغم أن هناك علاقات علاقات رسمية موقف من العدوان على السوريا طبعا استعمال الأجواء اللبنانية استعمال الأجواء اللبنانية طبعا استعملت من قبل العدو الإسرائيلي قيلة في البيانات الإسرائيلية وفي كل وحتى في بيانات القوات الطوارئ الدولية اليونفل وفي بيان قيادة الجيش أن العدو الإسرائيلي كان لديه طائرات فوق منطقة جوني وقصف من تلك المنطقة مواقع داخل الأراضي السورية لكن أنا أقصد حتى فرضنا إسرائيل لم تستخدم الأجواء اللبنانية هل يجب على لبنان أن يتخذ موقفا من عدوان على سوريا؟ مئة بالمئة وأي كلام غير ذلك أنا أعتقد أنه في المستقبل سيعرض لبنان إلى أشكالات سياسية داخلية أستاذ علي حمد توافق على هذه النقطة بيان الخارجية اللبنانية استنكرت رئاسة الجمهورية أيضا العدوان على سوريا ولكن رئاسة الحكومة في القمة العربية لم يكن راضيا هل توافق على أنه يجب أن يكون لدى لبنان موقف من العدوان على سوريا أي أن يكون؟ أي عدوان؟ دربة مثلا هذه ضربة هناك ناس يسمونها عدوان هناك ناس يسمونها ضربة هذا نائب النفس ماذا تسميه ضربة؟ ماذا تسميه ضربة؟ أنا بسميه ضربة لما ليست عدوان؟ لا لا ماذا عدوان هذه ضربة من المجتمع من جزء من المجتمع الدولي على ضد نظام يقصف سكانه بالأسلحة الكباوية في وجهة نظر هذه موجودة بالبلد وموجودة بكل مكان بالعالم النقطة اللي بدي أنا انطلق منها من كلامك أستاذ هو أن الموضوع فيما يتعلق بلبنان الرسمي؟ نعم هناك توافق حول موضوع النائب النفس يعني النائب النفس أن الحكومة اللبنانية تظل بعيدة عن الخلافات لأن هذا لبنان الرسمي الذي يلزم كل اللبنانيين إذا صار في مشكلة النقطة الثانية صحيحة التي تقولها أن الأطراف اللبنانية هي أطراف منحازة هذا الطرف منحاز إلى هذا الطرف هذا الطرف منحاز هنا هنا في انحياز كبير وفي انحياز سياسي النقطة الجوهرية بموضوع النائب النفس هو الجانب العسكري للانحياز ليست هناك مشكلة هذا بلد حريات أستطيع أن أنحاز إلى السعودية أو إلى إيران أو إلى اليونان أو إلى فرنسا أو إلى أي بلد لكن الموضوع العسكري هذه نقطة الخلافة الجوهرية بس حتى في موضوع السياسي نحن نرى أن حتى بالنسبة للمواقف التي تتخذ فردنا ضد السعودية اليوم كان هناك موقف للرئيس سعد الحريري يقول أن هناك تستخدم منابر خطابية وانتخابية ضد السعودية وجهة نظر بس هذه تتعلم بالخطاب السياسي هل توافق على ذلك؟ هذه وجهة نظر سعد الحريري بس هو لا يمنى وما حضر عم ينترى سعد الحريري وليس رئيس الحكومة هذا رئيس حزب طويل عريض وبنفس الوقت رئيس حكومة عندما يكون في الحكومة سعد الحريري لا يطلع منه كلمة تتعلق بإيران ولا كلمة تتعلق بالنظام السوري ولا كلمة تتعلق بكل هذا المحور الطويل عريض يعني علينا أن نرى في أي مكان تقال هذه المواقف؟ طبعا لأنه لأنه أنت بنتيجة شخص مثل سعد الحريري عنده صفتين شخص مثل مثل سيد حسن نصر الله عنده صفة وحدة ليست لديه صفة رسمية يستطيع أن يقول ما يريد وما يشاء مثله مثل النائب وليد جنبلاط مثل سامير جعجع مثل سامي جميل مثل أي واحد من القيادات اللبنانية السيد عمر هل توافق على أي دين لبنان الاعتداء على السورية؟ طبعا هذا واجب واجب الحكومة يعني أنت لا تسميها ضربة لا هذا عدوان هذا عدوان لعدة أسباب أسباب لا تخص لبنان بشكل مباشر وأسباب عامة العدوان هو عدوان لأن هناك قانون دولي وهناك مجلس أمن صحيح ولم يعطي مجلس الأمن إذن لتجاوز القانون الدولي لو أعطي بشكل مباشر أمن إذن لذلك لكل حادث حديث لكل حادث حديث وأنا برأيي من الخطأ على أي دولة اتخاذ موقف شامل بالنائب النفس لا لنأخذ كل حادثة وكل ظرف ولندرسه بما يتوافق مع مصالح اللبنانيين ومصالح الدولة اللبنانية أنا برأيي هذا عدوان أيضا لأنه لم يثبت من الأو بي سي دابليو المنظمة الدولية لحضر الأسلحة الكيموية لم يثبت لها أن كان هناك استخدام للأسلحة الكيموية وهو الحجة الأساسية التي استندت إليها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة طبعا هذا عدوان ويتجاوز القانون ويتجاوز الأخلاقيات في التعامل بين الدول وهذا أمر يجب أن أنا برأيي كمواطن لبناني يجب أن يأخذ لبنان موقف واضح منه لأنه غير عادل ولأنه يصب في إطار لا يخدم المصالح اللبنانية ننتقل الآن إلى جزئية مسألة التدخل العسكري عندما نتحدث عن حزب الله أستاذ سامي هل يجب أن يتدخل حزب الله لأنه يحمي لبنان في سوريا يحمي لبنان من الإرهاب أم أن هذا أيضا يعتبر خرق لقواعد النائب النفس أعتقد هذا يعتبر خرق للمثاق اللبنان لأنه ليس لديه توكيل من كافة اللبنانيين بالقيام بهذا الدور نعم هناك فئة وفئة كبيرة تدعمه وتعتبر أن سلاحه مقدس ولكن ليس كل المجتمع اللبناني ليس كل الأفريقاء في لبنان لديهم نفس الموقف بالنسبة لحزب الله ولأنه خارج عن الإجماع اللبناني الداخلي يفتقد إلى المشروعية وإلى الميثقية بغض النظر عن مدى دعم الفئة أو بيئته الحاضنة والفئة الداعمة له هذا مفهوم أنا أريد أن أعود إلى مسألة العدوان أو لا عدوان بس سؤال تعليق على ذلك ألا أعتقد أنه كان من الضروري أن يتدخل حزب الله في سوريا لأن الإرهاب كان يفرد واقعا بتأكيد لا لا يمكن أن يكون لك إجماع وطني عليه لأنه هناك اختلاف في مقاربة المسألة السورية الجيش اللبناني أثبت أنه قادر على ردع داعش وأمثاله وفتك بهم في المناطق الجبال في الجرود عرسان إذن كان في الإمكان وقبله في نهر البارد أثبت عن مهارته في صد هذا العدوان لديه الإمكانيات ولديه الدعم الكافي والمشروعية للقيام بهذا الدور أنا أريد أن أعود إلى مسألة العدوان أنا أعتبر استعمال الأجواء اللبنانية من قبل أي دولة من دون إبلاغ الحكومة في لبنان هذا خرق للسيادة اللبنانية وهذا خرق لمسألة أساسية هي حياد لبنان الذي هو ضامن لاستقراره وضامن لأمنه وسلامه المجتمعي الآن العدوان الأساسي هو العدوان على الشعب السوري هو استعمال الكيماوي ضد الشعب السوري هذا هو العدوان وهذا هو العدوان الأساسي لا تعتقد أنه كان عدوانا من قبل الدول السلاسة أنا معني شخصيا وأخلاقيا بعدوان أكبر هو العدوان على الشعب السوري واستعمال الكيماوي ضد الأبرياء ليس ضربة مواجهة ضد نظام يفتق بشعبه أستاذ محمد ما رأيك بهذه النقطة وأيضا في جزئية وجود حزب الله هل حمى لبنان بتدخله في السوريا أم أدخله في صراع وعدم استقرار أولا حزب الله كحالة مقاومة أعتقد أنه كان قام بعملية استباقية في سوريا لمنع هذا الإرهاب من التمدد إلى لبنان ولا يجب أن ننسى أنه ليس حزب الله من بدأ بالمشاركة في الشؤون السورية الداخلية عندما بدأت هذه الحرب العالمية على سوريا لأن الخط فتح سابقا بين ترابلوس من ميناء ترابلوس وصولا إلى حمص وكانت أولى المعارك في تلك المنطقة بعد السيطرة على قلعة الحصن وعلى حمص نفسها والتمدد من تلك المنطقة لقسم سوريا أو لتقسيم سوريا إلى نصفين وكان هذا المخطط الأساس ولبنان جزء من لبنان الرسمي وجزء من لبنان السياسي كان شريكا في هذا الموضوع وهناك تفاصيل كثيرة لا مجال لذكرها اليوم هذا على المستوى الأول على المستوى الثاني بصراحة هذه العملية الدفاع أنا أسميها الدفاع الاستباقي في سوريا هي التي أبقت لبنان على ما هو عليه لأن حزب الله قاتل أولا في منطقة القصير امتدادا إلى حمص وهي كانت المنطقة الأكثر حماوة باتجاه الحدود اللبنانية ومن ثم تمدد باتجاه دمشق والآن أو بالأمس شاهدنا مسألة تحرير ما تبقى من الغوط الشرقية وانا اليوم أتيت من دمشق يعني وعشت الوضع كله خلال ثلاثة أيام كنت صار لي بالشام نعم فمنشوف انعكاسات هذا الموضوع على الناس نتحدث عن الشعب السوري ونحن لا نرى ولا نعرف ولا نلتقي ولا نزور سوريا إنما نتحدث عن الشعب السوري باعتبار أن هذه المجموعات الإرهابية التي تفبرك كل هذه الأفلام هي الشعب السوري وثماني مليون شخص كانوا بيحتفلوا كل يوم بالشام شفتوا أنا شخصيا هؤلاء ما نعتبرون الشعب السوري أنا أستاذ سامي مقتنع بأن الحكومة السورية استخدام الكيميائي أنت كنت في سوريا هل هذا صحيح أم لا؟ أبدا لم يحصل هذا الأمر وهناك إصرار وتأكيد من كل القيادات السورية على أن موضوع استعمال السلاح الكيميائي لم يحصل أصلا من حادثة خان شيخون التي كان هناك محاولة لاعتمادها أو الاستثمار عليها لضرب سوريا نقطة ثانية بدي وضحها عندما تحدث الأستاذ سامي عن مسألة العقد الاجتماعي عن أي عقد نتحدث العقد المؤسس انتهى هذا كلام خطير جدا لا أريد أن أتوقف دعوا يؤمن هذه الفكرة بالمناسبة هذا رأي كثير من الأطراف العقد انتهى العقد الذي صيغى هذا كلام مثير للإمتمام العقد الذي صيغى آنذاك بظروف غير طبيعية بين طرفين موجودين على الساحة اللبنانية آنذاك هذا عقد انتهى نحن انتقلنا إلى مرحلة الطائف والطائف الزمنة هناك بعد داخل للطائف على مستوى الإصلاحات السياسية وهو للأسف أمر لم يتم مقاربته ولا العمل عليه أصلا من كل السلطة السياسية من 92 حتى اليوم الشق الآخر من اتفاق الطائف والذي جعل اتفاق الطائف ممكنا هو الشق الإقليمي الذي ارتكز إلى أمرين الأمر الأول أن لبنان معني وأساس في موضوع الصراع ضد العدو الإسرائيلي وبالتالي هذا أمر لا يمكن تجاوزه والأمر الآخر العلاقات اللبنانية السورية واعتبار أن العروبة هي العروبة التي تمر عبر العلاقات مع دمشق وهذا كلام نبعا وهذا كلام دقيق وموجود بالنصوص وفيك تسأل الأستاذ مروان إحمادي والأستاذ وليد جنبلات وغيرهم اللي كانوا بالطائف لا 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 لحظة بس لكمل هذه الفكرة هذا الموضوع لا هذا موضوع مهم جدا يعني عم نرجع لأورا كتير عم نرجع لألف وتسعمية وثلاثة واربعين ولألف وتسعمية وعشرين وهذا أمر لا خلاص انتهينا منه المرجعية هي اتفاق الطائف بالشق المحلي وبالشق الإقليمي والعلاقات اللبنانية السورية أنتجت معاهدة تعاون وتنصيق وأخوة لبنان مثل ما قال الدكتور عمر ملزم فيها قانونا وأخلاقيا ووطنيا وسياسيا حتى لو اللبنانيين غير متفقين على مسألة الحكومة السورية على النظام على الرأي ما دخل ما بهمني أنا الحكومة أنا عم بتعطي مع دولي ما زالت موجودة هي عضو في الأمم المتحدة هي عضو في كل الهيئات الدولية لا نقطة الأساس التعبير فقط سمد عم تقول كتير أشياء مهمة لا لا بس التعبير رح مرع لي أن لبنان ولن يكون ممرا للنايل من سوريا هذا أمر مهم جدا ما رأيك بهذه النقطة أي نقطة لبنان عليه أن يتعامل مع سوريا مع النظام فيها مع الدولة فيها حتى لو لم يكن هناك اتفاق على من يحكم خلينا نحكي بالسياسي العملي لبنان يتعامل بشكل عملي عمليا يتعامل مع النظام السوري جزء من التركيب السياسي ومن المستوى اللبناني السياسي يتعامل الحكومة اللبنانية تتعامل مع النظام بلا عم تتعامل في تعامل أمني في حركة إياب وزهاب من الوزراء بدون إعلان وبدون أن يكون الأمر رسمي حصلت ولم تتكرر وما تنسي أنه السيد علي حصلت عملية ذهب وزراء بشكل رسمي ما تنسي أنه سوريا معلقة عضويتها بالجامعة العربية لأسباب لأسباب بعدها لا تزال قائمة وأيضا ما تنسي وبهمني الحضور كمان ما ينسوا وبعدها بدي يحكي على موضوع القانون الدولي لأنه كل واحد بنقل قانون الدولي على ذوقه أنه الجامعة العربية مبارع بالقيمة العربية ما كان فيه إدانة ما حدا جاب سيرة الضربات ما أجي سيرة الضربات على سوريا كانت مصر صديقة النظام لا لحظة بس ما كملت فيما يتعلق بالقانون الدولي أنه منحكي عنون دولي منحكي عنون دولي بس عمليا أين هو القانون الدولي مثلا من تدخل من تورط حزب الله في سوريا في اليمن في أعمال أمنية في الخليج هذا قانون دولي أستاذ عمر ما رأيك بهذه النخطة شكل سريع شكل سريع نحكي بالقانون الدولي عزونا شو يعني تدخل حزب الله عندما يقوم حزب لبناني غير مرخص لأله أنه يكون معه سلاح وغير مرخص له من الوزارة الدولية هذه مقاومة لا لا هذه مقاومة هذه مقاومة لا أولا مقاومة بلبنان ما هيكي شو عم تعمل بسوريا شو عم تعمل باليمن شو عم تعمل بأي مكان آخر أنا سعيد جدا موضوع منه موضوع سياسي الموضوع هو موضوع أسكري أستاذ عمر بشكسر أما بعد دقيقة فقط لا بس كيف دقيقة كل واحد يقول له عنده ساجمنت لا يحكي فيه ولا لا الموضوع أنا كتير سعيد أنه يثير موضوع العقد الاجتماعي لأن المفهوم العقد الاجتماعي يأتي من جورجا كوسو لكونت خاسوسيا الشرعية 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 السلطة لا أنا أجاوب بهذا الإطار العقد الاجتماعي يعطي السلطة الشرعية من خلال الخدمة التي تقدمها للشعب نعم هذا في 82 حصل اجتياح للبنان اجتياح إسرائيلي للعاصمة بيروت هي العاصمة العربية الوحيدة التي تم احتلالها فهذا البلد نهارت كل المؤسسات الدولة ونهارت كل شيء وكان أبناء الجنوب وأبناء المنطقة المحتلة يحتاجون إلى من يحرر أرضهم من الاحتلال هؤلاء لجأوا إلى السلاح وهذا الذي حصل وعندما يكون هناك جيش يستطيع أن يحمي البلد من الاحتلال الخارجي عندها يسلم السلاح وتعود أمور إلى قبيعية هذا موضوع المحور الثاني هذا موضوع المحور الثاني من النقاش عن استراتيجية دفاعية وسأبدأ معك أستسامي لأنه لم تستطع أن توضح فكرتك التهى الوقت بشكل سريع بالمناسبة الوقت يمر على الشاشة لا يمكن أن نتخطى الوقت إذن في اختلاف كبير حول مفهوم النائب النفس في لبنان بين كل الأطراف ولكن أستطيع أن أجمل الموضوع بمسألة واحدة نائب النفس عن أزمات المنطقة ولكن كل الأطراف تجمع تقريبا على مسألة أن النائب النفس عن مسألة إسرائيل هو غير قابل للنقاش فاصل وموجز للأخبار بعده نعود لنتابع على المحاك مشاهدين أبقوا من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى على المحاك في المحور الثاني ندخل مباشرة في مسألة الاستراتيجية الدفاعية التي أيضا تأخذ نقاشا طويل خفت قليلا في هذه الفترة إنما سيكون نقاشا ساخنا بعد الانتخابات هذا المصطلح خرج إلى العلن خلال معرف بطولة الحوار الوطني عام 2006 أيضا كما تعلمون مسألة سلاح حزب الله هي مسألة جدلية في لبنان هناك فريق متمسك بهذا السلاح هناك فريق يريد نزع سلاح حزب الله لذلك بدأ البحث عن استراتيجية دفاعية اليوم مع ضيوفنا سنسأل في هذه استراتيجية كل طرف كيف يرى لبنان هي مسألة ستكون فعالة وجدية إذن عنوان هذا المحور لبنان بين الجيش والشعب والمقاومة وأبدأ معك أستاذ سامينا دلما أنك تحدثت عن مسألة العسكرية وعن أن لبنان يجب أن ينأب نفسه عن كل ما يتعلق بالعسكر سراعات المحاور والمشاريع الإيديولوجية والإقليمية الكبيرة والاستفاف على هذا المحور مقابل ذلك ما هي استراتيجية الدفاعية المثالية راهنا في لبنان أعتقد استراتيجية الدفاعية هي التي تخدم مبدأ الحياة اللبنانية تصون الحدود اللبنانية من يدافع عن لبنان الجيش اللبناني فقط أكيد فقط هذه مسألة حصرية مسألة حصرية السلاح هذا ركن هذا الركن الأساسي من العقد الاجتماعي كنا نتكلم عن العقد الاجتماعي قبل تقديم الخدمات يقوم على فكرة حصرية السلاح وإلا الجيش اللبناني الآن قادر على حماية لبنان نعم قادر وأثبت أنه قادر وذلك باعتراف الكل الكل سفق للجيش اللبناني بعد معارك نهر البارد يستطيع مواجهة إسرائيل بالتأكيد يستطيع مواجهة إسرائيل وإن لم يستطع مواجهة إسرائيل عليه أن يقوم أن يطلب الدعم الدولي لماذا هناك قانون دولي ولماذا هناك مؤسسات دولي هل توافق على ذلك أستاذ محمد لا بالتأكيد لا طبعا لأنه لأنه لدينا تجربة طويلة ما لش الجيش اللبناني لا يستطيع مواجهة إسرائيل أكيد لا يستطيع لا معلش أنا بحكي بصراحة يعني بكل صراحة مطلقة لا الجيش اللبناني ليس ضعفا منه ولا من قيادته ولا من ضباطه ولا من عناصره أو أفراده المشكلة في مسألة تسليح الجيش الولايات المتحدة الأمريكية تمسك بحصرية تسليح الجيش حتى الفرنسيين عندما أرادوا أن يساعدوا لبنان في محطات ما أو البريطانيين يأخذون إذن من الولايات المتحدة الأمريكية لذلك القرار السياسي الذي يمسك بسلاح الجيش اللبناني على مستوى التسليح ضد إسرائيل هو قرار غير قائم ولا يمكن للجيش اللبناني أن يدخل في مواجهات واسعة مع العدو الإسرائيلي كما حدث لديه الصواريخ لديه مقومات لديه الصواريخ لديه قدرة هو قال أنه قادر كيف قادر عسكريا قادر لديه سلاح جو ولديه صواريخ إذن نحن بحاجة للسياسة من أجل تمكين الجيش إذا الجيش لديه إمكانيات ولكن عندما أستمع إلى كل الأطراف السياسية الداخلية في لبنان الآن في هذا الواقع الجيش قادر على مواجهة إسرائيل إذا ما حصلت مواجهة مثل حرب تموز أنا أعتقد نعم أنه قادر بلتا 30 يوم وبحرب طاحنة مع إسرائيل ويمنع العدو الإسرائيلي من أن يتمدد إلى الداخل اللبناني كما فعلت المقاومة عم نمزح أن أي سلاح خارج الإطار الشرعي هذا يعرض الاستقرار اللبناني وهذا بحد ذاته بحاجة إلى سياسة الدفاع أقرى لأن الأهم من العدوان الإسرائيلي هو المحافظة على الوحدة اللبنانية المحافظة على المثاق الوطني ومن هنا ضرورة وشرط حصر السلاح ما رأيك أستاذ عمار يجب دعم الجيش وتزويده بالسلاح اللازم ليتمكن من القيام بواجبه وهو ليس جاهزا بالوقت الحاضر بحسب المعطيات المتوفرة من الخبراء العسكريين ولست خبيرا عسكريا ولكن الجيش ليس جاهزا للدفاع عن كامل الأراضي اللبنانية وهناك حاجة لوجود المقاومة المسلحة القادرة على صد العدوان على لبنان وأنا برأيي هناك حاجة هناك موضوع النائب النفس يختلط بهذا الموضوع لماذا؟ لأننا نبحث عن من يسلح الجيش نعم وكان هناك الفرنسيين والأمريكيين كما قال أستاذ محمد لا يزودون الجيش بالسلاح سوى بعد موافقة الإسرائيليين لكي خطورة السلاح إذا كان يهدد الإسرائيليين لا يزودونه فأتى الإيرانيون وعرضوا وكان في العام الماضي الرئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية في إيران بروجوردي أتى إلى بيروت واجتمع مع المسؤولين اللبنانيين ووعد وقال كلام صريح وواضح أن إيران جدية وهي بتصرف الحكومة اللبنانية إذا أرادت السلاح ما كان الجواب لم يكن هناك جواب لنعود إلى المحور الأول الذي هو النائب النفس طيب نقبل بالسلاح من فرنسا ومن أمريكا التي تدعم ودعمت إسرائيل خلال عدوان 2006 خلال كل العدوان على لبنان دعمت الولايات المتحدة إسرائيل نقبل منها السلاح لديك مشكلة مع سلاح إيران حتى إذا سلمت جدلا أنا لست مقتنع أن الجيش اللبناني ليست تدهي الإمكانيات على اعتبار أن هناك مقاومة مشروعة بيد بمن قرار هذه المقاومة هذا هو الجوهر من يقرر من يقرر من يقرر الحرب هل لديك مشكلة إذا إيران سلحت الجيش اللبناني بالتأكيد لا بالتأكيد لا أنت أيضا أستاذ علي أكيد ما فيه مشكلة بس السؤال الجوهري والمشكلة الأساسية أولا أن هذا السلاح هذا سلاح خاص وليس سلاح عام ليس سلاح بيد اللبنانيين تانيا هذا سلاح قراره ليس حتى ليس بيد حزب الله نفسه هو بيد إيران يعني القرار بيشعال الحروب الإقليمية وبيد إيران وليس بيد المنظيم الداخلي وبرجع بردك على 2006 ومع احترام إلى كلامك سيد محمد 2006 كان قرارا إيرانيا ورّت لبنان فيه أبل بلاء حسنا حزب الله بقتاله مع إسرائيل فيما بعد لكن أشعلت الحرب بقرار إيراني قرار الحرب والسلم في لبنان قرار إيراني أستاذ محمد أستاذ محمد وكانوا مجرد مشاهدين قرار الحرب والسلم في لبنان إيراني كل القوى السياسية التي خاضت الحرب الأهلية كان قرارها خارجيا حزب الله فيما يعني موضوع المقاومة قراره داخلي استراتيجي أنا أختلف مع حزب الله بكل القضايا الداخلية إنما في موضوع المقاومة حزب الله قراره لبناني بحث والاستعانة والاستعانة بإيران أو بسوريا أو بأي جهة ممكن أن تدعم المقاومة هي من باب الدعم ومن باب توفير الإمكانيات لذلك ما حدا يعني نقل الأمور إلى موضوع القرار بيد من القرار بيد الدولة اللبنانية أولاً حتى سماحت السيد مؤخراً قال وقت اللي صار فيه موضوع لبلوكات النفطية وغيرها أنه على المجلس الدفاع الأعلى أن يأخذ قراراً ونحن ندعمه فليتفضل مجلس الدفاع الأعلى طيب إذا مجلس الدفاع الأعلى ما اجتمع يوم اللي خرقت الأجواء اللبنانية مجلس الدفاع الأعلى ما بيجتمع حتى لو لو سرقت النفط والغاز مجلس الدفاع الأعلى ترك لي سلاح حزب الله هذا القرار بيد الدولة يعني إذا جاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأكترية بالحكومة ووزير السياحة فاوهم كمان ووزير السياحة طبعاً هذا مسألة استراتيجية كيف يعني استراتيجية لخزب الله والدولة اللبنية استراتيجية عندما تلتزم لحظة عندما تلتزم السلطة السياسية بنص اتفاق الطائف فيما يعني أنها معنية بالمواجهة ضد العدو الإسرائيلي يتراجع حزب الله القصة مختصرة بعبارة بسيطة قالها الإمام مصد صدر عام 1974 قال أنشأنا المقاومة عندما تخلت الدولة عن الدفاع عن لبنان استاذ الحمد فقط هذا سؤال صغير في ظل وجود الرأي العماد مشالعون في رئاسة الجمهورية هل يستطيع حزب الله أن يتخذ قرار بمعزل عن قرار وطني بحرب أو سلم أصلا الحزب الله لا يأخذ قرار بالحرب الحزب الله يرد على لحظة حزب الله يرد على العدوان بال2006 لم يتخذوا القرار بال2006 حزب الله خطف جنود إسرائيليين لأن كان هناك المئات من المعتقلين ومن جسامين الشهداء لدى العدو الإسرائيلي كان قرار لبناني بحد كان قرار لبناني لا يحزب الله إنما كانوا مراهنين آنذاك كل هذه القوة جزء من اللبنانيين بال1559 هم من استدرجوا القرار الأمريكي والأدوات الإسرائيلية آنذاك لشان حرب على المقاومة هذا ينطل إلى نقاش استراتيجية دفاعية أستاذ عمر أنا أعتقد بس الخمساح 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 أهم قرار بتاريخ لبنان قرار استقلال هذا تفضل أستاذ عمر أنا برأيي أنه التعامل يعني التعامل مع المقاومة بهذا الشكل وأنا برأيي هذا رأيي شخصي ومخاطبة هذا الحزب الذي لديه عدد هائل من الشهداء الذين استشهدوا دفاعا ولتحرير البلد من الاحتلال الخارجي إذا أخذنا أي دولة في العالم إن أهم أهم ما يمكن أن يقدمه أي مواطن في الدولة هو العمل على تحرير أرضه وبلده من الاحتلال الأجنبي والنجاح في ذلك وهو ما فعله حزب الله في لبنان وبالتالي إذا كانت هناك مشاكل مع حزب الله ووجهات نظر مختلفة أنا أفضل أن يتم مخاطبة هذا الحزب بطريقة مختلفة وبطريقة فيها تقدير عال للتضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الحزب والتي قدمها أبناء الجنوب والبقاع وبيروت وسائل المناطق في تحرير أرضهم من الاحتلال لماذا أستاذ سامي أنت لا تقدر هذه التضحيات لحزب الله أنا أقدر وأحترم هذه التضحيات وابتدأت بهذا الموضوع ولكن أنا لا أوافق على الوجهة السياسية ولا أوافق على السلاح إلى جانب سلاح الجيش اللبناني لأن هذا يهدد الاستقرار اللبناني لأن هذا يهدد الوحدة اللبنانية لأن هذا يفتح المجال والباب لأي مكون المكونات اللبنانية أن تحمل بدورها السلاح في الماضي أتت الميليشيات المسيحية وقالت هناك خطر فلسطيني فلنحمل البندقية عظيم كل واحد يحمل البندقية سوف ننتهي لماذا تقاربون دائما مسألة سلاح حزب الله بمسألة الحرب الأهلية يعني في السابق كان مسألة داخلية إنما هذا السلاح مواجه إلى عنده خارج وهو إسرائيل ينظر إليه كسلاح فئوي وبالإضافة إلى ذلك وما صب الزيت على النار اتخذ انخراطه في الساحة السورية بعدا مذهبيا صراع سني شيعي هذه هي الحقيقة إذا أردنا أن نراها حسنا إذا لم نرد أن نراها هذا شيء آخر صحيح هذا الانخراط كان ينظر إلى حزب الله كبطل اليوم لا ينظر إليه بنفس الطريقة صدر الحقيقة هي أنه كان هناك هجوم إسرائيلي على لبنان اشتاح جنوب لبنان ووصل إلى بيروت ومعظم المواطنين في جنوب لبنان ب82 معظم المواطنين موجودين بجنوب لبنان هم من المذهب الشيعي فهذا الذي حصل وبالتالي حملوا السلاح جعنا هلأ بدنا نقلوا بالموضوع أنه صراع سني شيعي لو حصل أنه كان فيه سنة بالجنوب كانوا أسسوا حزب مثل حزب الله بس فيه أغلبية سني هذا ليس موضوع مثل ما يحاولوا القوى الغربي يعملوا بالعراق ويمتد هذا الأمر من العراق إلى سوريا وإلى اليمن وتحويل المنطقة بسبب الفشل الأمريكي من القضاء على ثروات العراق يحولون الصراع إلى صراع مذهبي بين السنة والشيعة وينشرون هذا الصراع في كل المنطقة وهذا المفهوم الصدامي بين السنة والشيعة هذا الأمر غير موجود لخدمة إسرائيل لخدمة إسرائيل لأعود إلى الاستراتيجية إذا كان لا يوجد أي مشكلة في تسليح إيران للجيش اللبناني هنا المشكلة إذا كان السيدان الفاضلين هنا وهم يمثلون جوز سياسي وهم يقولون أن لا مشكلة فهذا رجل في من يتخذ قرار الحرب والسلمة من يقرر الجيش في نقطة في نقطة في نقطة في نقطة ممتعا طالما أن هذا الجيش تقدم المباشر الإيراني ما سألت تسليح إيراني قرار شرع لبناني يعني قرار يمتع من الوحدة اللبنانية لماذا لا يتم القبول بأن تسلح إيران الجيش اللبناني لماذا لأن اليوم هناك صراع بين إيران والدول العربية هذه هي الحقيقة لأن مجرد تسليح فلتأخذ الحكومة قرارا إذن قرار لبنان أيضا محكم بالدول العربية يعني قرار لبنان مرتهن للدول العربية وليس فقط لإيران لذلك مصلحة لبنان هي في الحياد توافق على أنها مقرار لبنان مرتهن لذلك نقول الحياد يعني من حور ومن دور نرجع عن نقطة الأساس هي الحياد هذا هو الشرط المؤسس للبنان وهذا هو الشرط لضمان استقرار لبنان وطالما يعني نهرب من هذه الحقيقة لن نستطيع أن نبني بلدا ولن نستطيع أن نبني أمن ولن نستطيع أن نبني جيشا لا يمكن أن يكون لبنان على الحياد تجاه إسرائيل هذا أمر محسوم تريد لبنان على الحياد هذا محسوم لكن كيف يجب مواجهة إسرائيل هنا هنا يا كمنا نحن نريد مواجهة إسرائيل من خلال إجماع عربي لا أريد أنا الاستفراد والاستفاف على المحور الإيراني الذي هو في صراع مع سائر الدول العربية لا أكثر من ذلك وأخذ بالنتيجة المصالح الإيرانية أولا ومن ثم تأتي المصالح اللبنانية ومن يدفع ثمن ذلك يعني أخر مداخلة لأنهي هذا المقاش لا هذا مداخل نحن نتمنى ليس فقط أن يكون هناك إجماع عربي لكن أن يكون هناك إجماع إقليمي على الدفاع عن لبناني وإجماع سعودي إيراني في الدفاع عن لبنان هذا هو طموحنا في الدفاع عن لبنان وفي الدفاع عن فلسطين أيضا يقصد في الدفاع عن لبنان وعن فلسطين وعن كل حقوق الشعوب المنطقة أين ذهب سلاح المقاومة لمساندة نظام الأسد الذي فتك باللبنانيين ومن ثم فتك بالسرائيين أنا أعتقد أن هناك حصل في المنطقة تسليم لإسرائيل بشكل واضح من قبل عديد من الدول في المنطقة حصل اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية اتفاقية سلام أردنية إسرائيلية تسليم خليجي لهذا الاغتصاب لفلسطين وللقدس الشريف هذا الاغتصاب وقفت سوريا البلد العربي الوحيد أو من الدول العربية القليلة التي استمرت بدعم المقاومة ودعم الكفاح المسلح لتحرير فلسطين في هذه القضية المحقة ووقفت الجمهورية الإسلامية في إيران دعما لها هذا الذي حصل إذن هناك تباين على موقف عربي واحد أستسامي ننتقل إلى جزئية تانية تتحدث أنت بقرار الحرب والسلم أستاذ علي سأذهب إليك هناك عدة طروحات للإستراتيجية الدفاعية كل أطراف السياسيين تقريبا طرحوا توجهاتهم هناك من قال بأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون هناك مركزية فيه لدى الدولة إنما لا مركزية في التنفيذ الاشتراكي مثلا طرح أن يكون هناك دمج للمقاومة في الجيش هناك قوى 14 أذار كانت تقول نزع السلاح كامل وتسليح الجيش اللبناني ما هي الاستراتيجية المثلة واقعيا الآن في لبنان واقعيا تسليم قرار الحرب والسلم للدولة اللبنانية بشكل واضح ونهائي والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ومع السلطات اللبنانية تحت إمرة الدولة اللبنانية وليس إمرة على الدولة اللبنانية لأن الوضع الحالي الحقيقي مثل ما يصبح أن هناك نوع من فوقية في التعاطي مع الدولة اللبنانية وهناك مرشد على هذه الدولة وهناك حزب يعتبر نفسه أنه فوق الجيش وفوق اللبنانيين وفوق الآخرين أنا بالعكس يعني كلنا نعترف بتضحيات حزب الله في الجنوب لكن هذه التضحيات ما بتعني أنه لبنان لازم يضل بهذا الواقع غير الطبيعي السلاح غير شرعي السلاح من خارج الدولة هو سلاح غير شرعي يعني نزع السلاح بالنسبة إلى يعني أنت تريد نزع السلاح بشكل كام سمعيني خليني لا بدنا نفهم أريد موقف واضح أريد موقف واضح نزع السلاح مركزية قرار بيد الدولة خليني أشرح بكلمة بكلمة وحدة هذا موضوع خلافي أساسي وهذا موضوع لن يكون هناك اتفاق حوله في مشكلة لهذا السلاح وفي جزء أساسي من اللبنانيين بيعتبروا أنه سلاح غير شرعي كونه سلاح من خارج الدولة هذه هي وفي جزء من اللبنانيين بيعتبروا سلاح شرعي وبيعتبروا مقاومة في لبنانيين ما بيعتبروا حتى مقاومة بيعتبروا ميليشيا وهذه استراتيجية الدفاعية المنسبة استراتيجية الدفاعية يجب أولا الجلوس بجدية لكي يوضع برنامج زمني معقول لتسليم السلاح لتسليم السلاح ما رأيك أستاذ محمد طبعا رأيي واقع منطقي ما يطرحه ولكي يسمح حزب الله حزبا عاديا أنا رأيي بعيدا عن حزب الله أنا رأييك أبن مقاومة أبل وجود حزب الله من أيام الإمام موسى الصدر أنا رأيي بهذا الموضوع أن هذا السلاح هو الذي حمى لبنان هو الذي حمى وحدة لبنان هو الذي حمى الدولة اللبنانية وبرأيي أكثر أي قبول من حزب الله لا أريد أن نتطرف بس هذا الواقع الاستراتيجية الدفاعية هو ما يحصل منذ سنوات بين قيادة الجيش اللبناني وبين حزب الله عندما يكون هناك مصلحة للبنان بأن الجيش يتصدر هذه المواجهة حتى ولو على المستوى الموقف أو على مستوى مخاطبة لنقول قوات الطوارئ الدولية هذا الأمر متروك للجيش اللبناني وعندما يكون يعني هناك مصلحة للمناورة الجيش والشعب عندما يكون هناك أنا ما أحب الشعارات صراحة وعندما يكون هناك هذه الشعارات النائب النفس والجيش والشعب ومقاومة وكذا هذا كلها غير واقعية الواقع في ناس مش أبلاني بهذه المعادلة وأزيلت للأسف حتى هذه أزيلت من البيان الوزاري بشكل مباشر وعندما يكون هناك مصلحة لحزب الله أو للمقاومة أن تلعب الدور المتقدم في هذا الموضوع وأن تقف الدولة يعني مثل ما أقوله على الحياد أو على جنب يعني بطريقة ما بمعنى أنه ما تكون هي بالواجهة المواجهة مثل مصار بحرب تموز تكون المقاومة هي في الصدارة لذلك ما يحصل اليوم بين الجيش والمقاومة هو الاستراتيجية الدفاعية وأي بحث بالموضوع بغير هالمنطق أنا أعتبر هو دخول في جدل وفي صراعات هذا الذي سيؤدي إلى الانشقاق الداخلي ألا تبرر الخوف من سلاح حزب الله لدى بعض الأطراف اللبنانية والله أنا أخاف من سلاح الميليشيات طبع القوى التي كانت أيام الحرب وما زالت ميليشيا حتى اليوم ولم تلبس ثوب سلم الأهلي وصار عندها مواقع قيادية في السلطة وهي جزء من السلطة وكل جماعات مسلحين على الأرض وعن نشوفهم بكل زاوي وبكل حي يسحبوا سلاح على الناس ولا مرة حزب الله كلهم دون استثناء كلهم مسلحين كلهم كلهم قوات لبنانية حزب الاشتراكي حركة أمل حزب الكتائب ببيوت وكلهم عم ينزل سلاح يقلب موازين وكلهم عم ينزل سلاح على الشارع لما يصير فيه أي مشكل حول أي موضوع مثل الشغلات التي صارت بين الوزير جبران باسيل والرئيس بري ومثل التي صارت مبارح مع أحد المرشحين بطريق جديد ومثل هوا مش ميليشيات مش هوا دي هني سبب تخريب الواقع الداخل اللبناني السياسي حزب الله أو المقاوم مش هي الحزب الله السياسي هو السبب في هذه الأمور ما رأيك أستاذ سامي في هذه اللقطة سأبني عليها مقاومة الاحتلال هي مقاومة المشروع بس كمصطلع أنا أريد أنت تريد أن يكون قرار حرب الصين بيد الدولة اللبنانية بالتأكيد نعم ولكن ما المشكلة إذا كان هناك لا مركزية في التنفيذ الشعب يساعد الجيش ليس هناك مشكلة أنا وإياك مختلفين على الموضوع أنا وإياك البنانية مختلفين أنا عام بسألك لماذا هذا الموضوع أنت ترفضه لأننا وإستاذ عمر مختلفين على الموضوع لأننا مختلفين هو يتط труд إلى المشروعية هذا أولا ثانيا دعيلي المقاومة المقاومة حق مشروع وواجب اليوم المشكلة وعمق المشكلة هي في سلاح حزب الله المصطفى مع المحور الإيراني. ماذا يبعى الحزب الله في سوريا؟ ماذا يبعى الحزب الله في العراق؟ ماذا يبعى الحزب الله في اليمن؟ وهذا يخدم الاستراتيجية الإسرائيلية. لأن هذا نقل مركز الصراع من صراع عربي فلسطيني إلى صراع صني شيعي. هذا ما يريح إسرائيل. هذا اللي نعله هو وجود الوهابية التي أوجدتها السعودية. كمان نحن مش قبلانين بأن يختصر العالم العربي. ونقول سوريا اختلفت مع العالم العربي. أو لبنان اختلفت مع العالم العربي. يطلع العالم العربي ويطلع العالم العربي لاحظة لاحظة. ويطلع العالم العربي شوية مشيخات. لأنه عنده النفط. نحن لازم نعتبره. العالم العربي. سوريا قلب العالم العربي. العراق قلب العالم العربي. في سوريا قتلوا شعبهم. بالسعودية عايشين بناعين. أنت عم تدفع عن سوريا. عم تقول أن سوريا قلب العروبي. قتلوا شعبهم. نصف مليون أثنين. هل نظام؟ السعودية وقطر والأمريكيين والإسرائيليين. سعودية أتلوا شعبهم. بالنسبة للأرهاب. أتلوا شعبهم السعودي. بالقطيف والأحسى وفي كل المناطق. وما شف لي أي معارض سعودي قادر يقضي يعيش بالسعودية. الشيخ والمعارضين السوريين. بحط تويتر في الزيطة بالسجن. معارضين السوريين ونحن جزئية أستاذ محمد. لحظة صارت صنائية. أستاذ عمر. هناك مسألة الإرهاب أيضا. لم يتم تطرق إليها. لا يوجد نائب النفس عن محاربة الإرهاب. وهذا موجود في البيان الوزاية. وأعتقد أن هناك إجماع. أقصد الانتجية الدفاعية. كيف تخدم مكافحة الإرهاب؟ أنا برأيي أن يجب أن يكون هناك دعم أكبر للجيش. كما قلنا منذ قليل وتسليح الجيش. ولكن أريد أن أعود إلى نقطة أثارها الزميل. عن غياب الاتفاق على المبدأ. نعم. هناك خلاف على المبدأ. لأن هناك أزمة ثقة. هذه الحكومة سميت استعادة ثقة. لم تقم بأي شيء لإعادة الثقة. هناك أزمة ثقة بين اللبنانيين. هناك جزء من اللبنانيين لا يثق بالجزء الآخر. هذه هي المشكلة بكل صراحة ووضوح. وهناك أشخاص عانوا من الاحتلال. وهم بحاجة إلى ضمانات. أين هذه الضمانات؟ هم يشعرون أن الجيش اللبناني ليس قادرا على تقديم هذه الضمانات. وبالمناسبة أريد أن أؤكد على الكلام الذي تفضل فيه أستاذ محمد عن العلاقة القريبة بين قيادة المقاومة وقيادة الجيش اللبناني. وهذا رأيناه في 2006. وقد كان هناك شهداء من الجيش وشهداء من المقاومة في نفس الخندق. وقاتلوا سويا العدوان على لبنان. وسيتم ذلك في المرحلة القادمة أيضا ويقاتلوا سويا. الملاحظات حول المقاومة في لبنان قائمة في كل بلد يعاني من الاحتلال. في فرنسا كان هناك احتلال ألماني. لم يكن هناك إجماع فرنسي. معظم الفرنسيين كانوا ضد المقاومة في فرنسا. لما انتهى الاحتلال شو صار؟ لما انتهى الاحتلال تم سحل عشر تلاف شخص بطرقات بريض. تم انهاء كل شيء خارج الدولة. بينما السيد حسن قال ليس ضربة كف وتحاول حماية أبناء الجنوب حتى الذين تعاملوا مع إسرائيل ببريض سحلوا عشر تلاف شخص بالطرقات. أستاذ عليها حكم في حدث 30 ثانية نخطب هذا النقاش. وواضح واضح الخلاصة التي سأذب بها أنه لا اتفاق على استراتيجية دفاعية في لبنان. ولا النقاش سيكون حميا جدا بعد الانتخابات. لأنه يبدو أن هناك فعلا تباين كبير في وجهات النظام. هذه الخلاصة لهذا المحور باختصار مشاهدين. الآن نذهب إلى فاصل قصير. أذكركم بأنكم باستطاعتكم أيضا أن تعطونا أراءكم على هاشتاغ البرنامج على المحك على تويتر وعلى فيسبوك. وأيضا المشاركة في السؤال الذي وضعناه. أو السؤالين أيضا. سؤالين يتعلقان بمحور النقاش. الآن فاصل قصير جدا. ونعود إلى المحور الأخير. أهلا بكم من المحور الأخير من على المحك. النقاش مستمر بسخونة. ونصل إلى جزئية أخرى تناقش في هذه الانتخابات النيابية لبنانية في هذا الجو العام. هو مسألة التحالفات الانتخابية. هناك اتفاق تقريبا على أنه ليس هناك معايير سياسية واضحة لهذه التحالفات. ولكن السؤال الأبرز الذي سنترحه على ضيوفنا الآن. هذه التحالفات هل قابلة للحياة والاستمرار أم هي مرشحة للانهيار؟ ما رأيك أستاذ محمد؟ أولا هي ليست تحالفات بالمعنى الفعلي. هي تفاهمات انتخابية. وأنا أعتقد أنه من المؤسف. مصالح؟ طبعا قائمة على مصالح شخصية، مناطقية، إقطاعية، سياسية ومالية. والكل يلبسها لباس أن هذه مسألة وطنية وقومية. والحفاظ على القضايا الأساسية والاستراتيجية. والغريب أن من يتحدث عن هذا الأمر عمليا من خلال تحالفه مع أخصام السياسيين على مدى السنوات الماضية. هو يرجع يجيبهم على المجلس النيابي. وهم يجيبهم لا يرجعوا على نفس الوضعية التي كانت قائمة. كلهم. 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 ومع الحزب القوم السوري الاجتماعي. للأسف كمان أصدقائنا. ومن جهة الثانية الوزير جبران باسيل. مع ميشيل معواد. ومع الرئيس سعد الحريري. طيب عمليا هذا النظام النسبي كان من المفترض أن يوجد تيارين سياسيين كبيرين. هذين التيارين. أو هذين التيارين. لازم كانوا يشكلوا حالتين في البلد على المستوى السياسي. يعني تجمعهم استراتيجية خارجية. وتجمعهم رؤية سياسية. خارجية. رعفا رؤية. رؤية سياسية. هم قالهم على استراتيجية. للسياس الخارجية. كلهم شغلتهم شغلات محلية وأقطاعية ومصالحية. رؤية سياسية داخلية. حول بعض الأمور. وكيفية مقاربة موضوع الدولي. فقط. هذه التحالفات لن تنتج تيارين متفاهمين على السياسة الخارجية للبنان. كل واحد لديه رؤية مختلفة تماما. لن تنتج تيارين متفاهمين على أي شيء بلبنان. لأنه هناك توزع مصالح لدى هذه القوة. سيعاد النظر بأحجام هذه القوة من خلال هذا الانتخاب. وهذا الانتخاب أعارض سماحة السيد في هذا الموضوع نصر الله. حول مسألة أن هذا القانون يعطي لكل حال حجمها. لما يصبح بكثير من المناطق حالات قهر سياسي لقوة سياسية من خلال تحالفات فوقية. عمليا ما يفسح مجال حتى يصير فيه. من مقهور سياسيا الآن؟ من أصدق؟ من تقصد قهر سياسي لبعض الأطراف؟ لأنه يصير على الساحة الشيعية بين حزب الله والرئيس بري. عمليا سكر هذا الموضوع من خلال هذا النمط من التحالف. وأعادة إنتاج شخصيات في اللوائح. صارت مضى عليها الزمن. ولم تؤدي دورا في المجلس النيابي من 92 حتى اليوم. ننتج نفس الآليات ونفس التفكير. لا والأحسن من هذا. كل واحد منه ما احترامنا له. نتجاوز عمره 80 سنة بحط لي شعار وإلى مستقبل أفضل. يا خي اي مستقبل عم تحكيني عنه؟ عمليا هذا محاولة تحايل على الجمهور. تفقتوا على هذه النقطة. لا وبس ينحشروا. بتصير القصة إلى علاقة. نحكي عن الكلب. إلى علاقة بالخيارات الاستراتيجية والقومية والوطنية. لا. أنتوا عم بترتبوا مصالحكم في الدولة. فقط قبل أن تجيب أستاذ علي. أنا أريد أن أسألك. هناك نقاش حامي يوازي حماوة النقاش الآن على الشاشة. على المواقع التواصل. فقط أريد أن أقول لكم ذلك. وهذا ما نريد هو. هاشتاج البرنامج على المحاك. للمشاركة معنا أيضا في النقاش. أستاذ علي. ما لم يستفيد أكثر شيء من هذه التحالفات الآن؟ الأحزاب الكبرى. الأحزاب الأساسية. نفسها. نفسها. بترجع جزئيا بوجوه جديدة. وعمليا هذا قانون سيء وسيء جدا. وهذا القانون يمنع تجديد الحياة السياسية بشكل كبير. وهذا ليس بنسبية. هو قانون هاجين. وبعتدد أن معظم المراقبين. معظم حتى الفرقاء السياسيين. يتفقون أن هذا من أسوأ القوانين الانتخابية التي شهدها. أليس أفضل من الستين؟ لا. أليس أفضل من الستين؟ لماذا؟ الستين أحسن. هناك حرية أولا للناخب. مونع الناخب من أن تكون لديه حرية. لا تعرف. بالاختيار. فرق بين التفضيل والاختيار. بالتفضيل داخل لائحة هذه. موافع. طبعا. في فرق بين التفضيل والاختيار. يلزمني بلائحة مسكرة. وبقال لي فضل أي واحد. أنا ما أفضلهم كلهم. هذا القانون. هذا القانون. لا يسمح بعودة المحادل. ما رأيك أستاذ عمار؟ بالعكس. بقيت المحادل. ما رأيك؟ أنا برأيك. محادل من نوع آخر. لأن هذا القانون. المشكلة في أن تقسيم الدوائر. أتى بحسب الحسابات السياسية. وطغى عليها الحسابات المذهبية والطائفية. وهذه هي إحدى المشاكل الأساسية في هذا القانون. هناك عدد كبير جدا. لا يسمح الوقت لشرح كل المشاكل الموجودة في هذا القانون. لأنه يعاني من الكثير. أمر كيسابي. أمر جديد. أمر مشجع. أمر مشجع. في لبنان نستخدم التصويت النسبي. ولكن هذه التجربة قد لا تكون مناسبة. وفي ملاحظات كثيرة على هذا الأمر. ولكن كان هناك تمديد لمجلس نواب ثلاث مرات. كان هناك حاجة كبيرة في البلد لأن يكون هناك انتخابات. وهذا هو القانون الذي تم اتفاق عليه. هذا القانون فيه عيوب كثيرة. نعم فيه مشاكل. ولكن أن تجري الانتخابات. لا شك أنه أمر أفضل من أن لا تجري. التقسيمات. أنا برأيي. والتحالفات الانتخابية. هذه التحالفات. كما التحالفات السابقة. لا تسمح بعمل ديمقراطي سليم. يكون هناك مسائلة ومحاسبة. لأن هناك لا يوجد فصل بالسلطات. اليوم كل المرشحين تسمعيهم. ينتقدون السلطة التنفيذية. هم جزء من السلطة التنفيذية. ينتقدون نفسهم. لا يعترفون أنهم ينتقدون نفسهم. بدون يحملوا المسؤولية على الفئة الأخرى. وهنا مسؤولين كلهم سوا. لأنهم موجودين بحكومة إتلاف وطني. والبرلمان يمثلهم كمان. كيف يمكن للبرلمان أن يحاسب الحكومة. إذا كان نفس الفريق السياسي موجود في البلومان. أنا أريد أن أفصل قليلا في مسألة تحالفات بين الأحزاب. ولكن قبل ذلك. أستسامي أنت ما رأيك بهذه التحالفات. بمسألة القانون. هل تعتبره أفضل؟ حتى ما ترح. كل القوانين التي ترحت أيضا. كانت تصنف بأنها قوانين طائفية أكثر من النسبي. الذي هو أيضا مقسم على مستوى طائف. بس أنه أفضل من الأرتوديكسي. كما قيل. أفضل من الأرتوديكسي. من كثير من القوانين. هو أرتوديكسي. بطريقة تصويت الفريق. ولكن النسبية أتته طابعه العصري ربما. ولكن. أتينا بنظام الصوت التفضيلي. فرغ النسبية من مضمونها. وأتت النسبية. وبالإضافة إلى الكتة الطائفية. فرغت التفضيلي من مضمونه. لأن الصوت التفضيلي وان وين وان فوت له حسناته. والصوت النسبي أو النظام النسبي له حسناته. لكن الطريقة التي مزجوا بين هذين النظامين. أخذوا سيئات الإسناعين. والدليل على ذلك أنه لا يوجد برامج. أين البرامج؟ نشوف صورهم. وإضافة إلى ذلك. في ظل المناخ المذهبي القائم. الصوت التفضيلي سيكون مذهبي. طبعا. فهذا يؤكد. عفت. بس هناك سؤال أساسي. بجذر المذهبية والطائفية. يعني الصوت التفضيلي. أنا شيعي أعطي له شيعي. أنا سني. ما أعطي صوت التفضيلي إذا كنت سني لواحد مذهبي. لأن المناخ مذهبي. وبالتالي يجب العمل. لماذا اتفقتوا بهذا المحور؟ لا. بس هناك سؤال مركزي بالمناسبة. نشيل المسائل السياسي الخارجيين نتفق. بس هناك سؤال مركزي. أنتم تنتقدون أنه لا يوجد مسألة برامج انتخابية. ولكن هل الشعب اللبناني ينتخب على أساس برنامج انتخابي؟ قدم له برنامج انتخابي. هل يقرأه الشعب اللبناني؟ لذلك علينا. ومن هنا ضرورة وضع النظام الانتخابي. لأنه المدخل الحقيقي للإصلاح أو المدخل الأول للإصلاح. أن نضع نظام انتخابي يشجع على المبارزة بالبرامج الانتخابية. ويوان مشكلة من المن يعني من النظام الانتخابي أو من الشعب اللبناني. لا لا أكيد لا الشعب اللبناني مستقى جدا. الشعب اللبناني أنت بكرة بتشوفي بكرة بالانتخابات سوف يقترع مكسيمم 50% من الشعب اللبناني في 50% من. سيقاطر؟ لا مش رح يقاطعون. غير معني. لا يوجد جو مقاطعة للمقاطعة. لكن لن يكون هناك مستوى تصويت بـ 75% بمعنى أنه الشعب غير معني. ندخل الآن في تفاصيل التحالفات. بما أنكم منذ بداية الحلقة تحدثونا عن حزب الله فنتحدث عن تحالفات حزب الله. لم يتحلف مع الطير وطن الحر وهو معه ورقة تفاهم. كان لديه مشاكل في بعض الدوائر بعلبك الهرمل. كيف ستكون تحالفات حزب الله في مرحلة ما بعد الانتخابات برأيك؟ هل سيبقى متفاهما مع الطير وطن الحر؟ أولا حزب الله اشتغل بهاي الانتخابات على مستوى تركيب اللواء. كيف تحالف مع الطير؟ فقط لكي لا يمر تحالف مع الطير وطن الحر في دائرة بعضها؟ أنا أتحدث الآن عن حزب الله الداخلي السياسي. ما له علاقة بموضوع المقاومة. عشان ما يصير في خلط عند الناس. وأنا دائما أفصل بين الأمرين. حزب الله السياسي الداخلي. رغم أنهم يعتبرون أن هذه الانتخابات استفتاء لأجل موضوع المقاومة. وكذا الناس استفتت بالمقاومة بدمها وبتضحياتها. ليس محتاجة تحط صوت لحدا فاسد أو لحدا غير مؤهل أو لحدا معد لازم. ليس صحيح هذا الشعار. ليس صحيح. بعت إن هذا الشعار ليس هنا محله. الاستفتاء الناس. الناس اللي ضحت دون سؤال لقتال إسرائيل أو لقتال الإرهابيين التكفيريين. ما في أجي أنا إلا إذا ما رحت حطيت صوتك بهذا الصندوق. للا يا حتى أنا مركبة. نصف فاسدين ومرتهنين وأصحاب مصالح. معناته أنه أنت خنت المقاومة. هذه مسألة خطيرة بالعنوان. أنا عم بحكي عن الموضوع. إلى جانب نقطة تانية. تحالف مع الوطن الحر كيف سيكون برأيك؟ حزب الله ركب تحالفات نظرية نسبية. عمليا هي تؤدي إلى نتائج أكثرية. وهو من البداية. لذلك هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة فيما يعني حزب الله. أنا أعتقد أن حزب الله ارتكب خطأا استراتيجيا في هذا الموضوع. بمعنى أنه عزل نفسه داخل الطائفة الشعية. ولم يقوم بصياغ التحالفات على المستوى الوطني. تحتاجها المقاومة إذا كان الهم هو المقاومة. تحتاجها المقاومة بشكل فعلي. كي يبقى لها هذا المدى الوطني. وحتى ما نسمع أصوات بدأ حياد. وأصوات بدأ نتفاهم مع السعودية. وبدأ نتفاهم مع الأمريكان. لازم يكون في حالة وطنية. شريحة وطنية. قريبة من حزب الله. تتجاوز الوضع الشيء. لكن المشكلة أن حزب الله. كل ما أحد يحكي معه بهذا الموضوع. القانون فرض عليه هذه التحالفات. القانون فرض عليه هذه التحالفات. ليس القانون. لا لا هو فرض على نفسه. لا لا. كنت سأقول هذه الفكرة. المشكلة أن حزب الله يعيش هاجز الإشكال الشيعي الداخلي. لذلك يذهب إلى تحالفات تكرس واقع غير سليم داخل الطائف الشيعية. وفي مقاربة الشيعة لعلاءتهم بالدولة. وينسى من يجري حوله على المستوى الوطني العام. أستاذ علي. هل يمكن أن نشهد مثلا أيضا. هنا أعرض بعض السيناريوهات. هل يمكن أن نشهد مثلا تحالفا بين الرئيس بري. والرئيس ولي جمبلات. النائب ولي جمبلات. هنا نقول النائب ولي جمبلات. والرئيس ميقاتي. والنائب فرنجية. دعنا نبدأ ببر جمبلات. التحالف قائم. هو قالها بالمناسبة. التحالف قائم وقائم منذ زمن بعيد. التحالف رباعي بين هذه الأربعة. لكن التحالف قائم بين جمبلات وبري. التحالف جدي وحقيقي. وعميق بين الرئيس الحريري والرئيس ميشيل عون. وموجود بالانتخابات. ومستمر إلى ما بعد الانتخابات. التحالف فيما يتعلق بحزب الله. هذا وجه التظري. وطيار وطني الحر لا يهتز. يبقى كما هو طالما هناك شخص اسمه عماد ميشيل عون. رئيسا للجمهورية. عندما بعد عمر طويل. يغيب عن الساحة. يصبح موضوع آخر. هذا ضرب بالرمل. لكن فيما يتعلق بجملات بري. لماذا لا ينضم إليهما فرنجية وميقاتي؟ ما المشكلة؟ أولا يتركون. لا أعرف ما المشكلة. هذه الشخصيات الأربعة. في نفس السلة. من مطروحة بالوقت الحاضر. ومع أن الوزير جملات أيد ترشيح النائب فرنجية لرئاسة الجمهورية. ولم يكن مؤيدا بالأساس للرئيس عون. إنما الوزير جملات يترك كل خياراته مفتوحة. لا يسكرها على تحالف رباعي مقفل. ويتركها مفتوحة لكي يظل عند حرية المناورة. لتيار المستقبل تحالفاته الطبيعية قوة 14 أذار. وأنت جزء منها أستاذ سامي. هل خسرت تيار المستقبل هذه القوة؟ لم يعد هناك شيء اسمه 14 أذار. يعني ركن أساسي من 14 أذار الذي يمثله الرئيس الحريري أو تيار المستقبل تحالف مع التيار الوطني. هم يقولون أنهم فكريا مع 14 أذار. وأنا أعتقد أن هذا التحالف ثابت. الآن التحالف الذي يبدو ثابتا والذي لديه طرح سياسي هو ما يسمى بالثناء الشيعي. مع الأسف اسمه الثناء الشيعي. كان من حسنات الفترة السابقة. حسب الله حركة أمل. أنه بتعف مني مع 8 أذار. ولكن من حسنات الفترة السابقة كان في شيء اسمه 14 أذار و8 أذار لكل مشروع سياسي. وكان هذا الأمر لنضع جانب مسألة سلاح حزب الله. ولكن كان هذا تحالفات وطنية. بس قسم البلد بشكل عمودي ومخيف. ما قسم البلد هو مسألة السلاح والاستفاف في المحاور الإقليمية. ولكن من حسنات هذه التكتلات الكبيرة. تضع شيء من التوازن. وهناك محاولة لنسج تحالفات وطنية. اليوم ليس موجود. باستثناء تحالف الوطني الحر مع المستقبل. هذا تحالف وطني. ولكن ليس لديه طرح سياسي متكامل. فتراه تحالفاً وطنياً. لأن هناك اختلاف وطن الحر وطن المستقبل على كثير من الرؤى. صحيح. لأن هناك قاعدة مسيحية وقاعدة إسلامية. اجتمعت على لم تجتمع. ليس هذا هو الحال بين اجتماع تيالوة الحر وحزب الله. أيضاً قاعدة مسيحية. تقربت من قاعدة شيعية. ونسجت تفاهماً. وخلصت البلد أيضاً من مشكلة كبيرة حينها في 2016. هذا صحيح. ولكن هذا لم يترجم في حالة سياسية في الانتخابات. اليوم نراه في الانتخابات. هو تحالف ثابت للمستقبل. ترجم يعني. الآن يقولون أنها حكمت تغير المصدر. ما هذا كان القاعدة الذهبية لتبينة أدار. هذه كانت تبينة أدار. تحالف حزب الله والطيار الوطني الحر. اليوم العودة. وأنا أوافق الأستاذ محمد على مسألة الثنائي الشيعي. أعتقد أن هذا ليس فقط يضر بحزب الله. إنما يضر بالمشروع الوطني. أستاذ سامي عفواً. لا 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 لا. أنت تقول أن التيار وطن الحر تحالف مع المستقبل. هو تحالف وطني. على قاعدة هؤلاء شركان وطنيان. وتحالف بين حزب الله والتيار وطن الحر. ليس تحالفاً وطنياً. إنه تحالف وطني بالتأكيد. تحالف وطني بالتأكيد. اليوم ليس مزخماً في هذه الانتخابات. نتكلم عن الساعة. ليس مزخماً. هناك تحالفات وطنية. وإذا كان هذا التحالف متماسك. لم يبادر الرئيس السيد نصر الله البارحة. أو اليوم صباحاً. قرأت هذا اليوم صباحاً. حينما يريد أن يقوم بمبادرة لجمع الشمل. ما يسمى بثمينة أدارية. وإعادة ترتيب المنزل الداخلي. وأعتقد أن ما دون ذلك اليوم عقوبات أساسية تتعلق بما يجري في الإقليم. هل توافق السامي على أن مسألة أن يكون هناك تكتلين كبيرين في البلد. هو أمر إيجابي. يستطيع أن تنسج في إطاره تحالفات وطنية هامة. والآن ما يحصل هو أمر مصلحي وغير وطني. طلبتي أن تكون الإجابات سريعة. أنا جوابي أن هذه التحالفات تحالفات ربما يصح توصيفة بالوصولية. هذه التحالفات الظرفية وصولية لا يوجد برنامج برنامج سياسي أو اتفاق سياسي كامل. لن تستمر بعد الانتخابات. لا أعتقد. أنا أعتقد بعد الانتخابات سيكون هناك إعادة خلط الأوراق. وهذا خلل في عملية التمثيل في البرلمان. يجب أن يكون التصويت بهكذا قانون يعطيك لائحة مغلقة لا يمكن. يجب التصويت لها بالشكل كامل. يجب أن يكون هناك برنامج. وليس تصويت لأشخاص حتى يصلوا إلى مراكز السلطة. هذا خلل أساسي. ويجب معالجته. وأعتقد بعض الانتخابات وكل الأحزاب والقوى السياسية بحاجة إلى مراجعة ليتم الاتفاق على الاستفافات في المرحلة القادمة. والخلل هو أن التمثيل في الحكومة سيكون نفسه بالبرلمان. كما قلت منذ قليل. وهذا يعطل المسائلة والمحاسبة. ويعطل أي خطوة للقضاء على الفساد في لبنان. أنتم تتحدثون عن نفس السلطة. ولكن أعتقد أنه سيكون هناك فرص لبعض مرشحين المجتمع المدني. خارج الأحزاب التقليدية. التغيير الأساسي سوف يكون فيه وجوه من هذه السلطة. أو من هذه القوى السياسية الكبرى أو الأحزاب الكبرى. هذا هو التغيير الأساس. بإنشان الاسم منحط اسم. المجتمع المدني للأسف فشلة. أعتقد أنه سوف يفشل في هذه الانتخابات. ربما قد يمر قد يستطيع شخص أو شخصين. لماذا فشلة؟ حملات انتخابية. هناك ناس تحضر مهرجانات للمجتمع المدني. فشلوا في توحيد صفوفهم. وهذه نقطة أساسية. وأيضا القانون صعب. القانون صعب. والقانون أولا يحتاج إلى أموال ضخمة جدا. لا يستطيع أن يقدر المرء حقيقة كم ينكمل في هذه الانتخابات. شراء الأصوات التفضلية. وهذه مأساة لبنان. كنا نشتري أصوات قبل بالانون الأكثرية. رجعنا. نشتري أصوات تفضلية بالقانون الهجينة. كل الأحزاب تشتري أصوات؟ كل الأحزاب. كل القوى التي تملك مال. هذا أمر محبط عندما تقول أنه لا يمكن أن يصل إلى المجلس النيابي إلا من يدفع الأموال. هذا أمر محبط للناخب اللبناني. أنا عم بشتغل الانتخابات. هذا شيء اللي بعرفه. أنا داخل لعبة الانتخابات. لذلك نحن بحاجة إلى تغيير هذا القانون. هذه انتخابات الأغنياء. هذه انتخابات الأحزاب. هذا قانون هجين. صحيح. كما قال أستاذ الشابي. أنه مظبوط أنه صار فيه تمديد. عدة مرات تمديد. وهذا قد يكون أفضل شيء. لكن ممكن يكون أفضل من هذا القانون. لأن هذا قانون سيء. وهذا قانون أرتوكسي. هذا شديد الأرتوكسية. هذا خلاصة الأرتوكسية. محبتنا لإخواننا الروم. بعض نعطي لمحة عن التحالفات. كيف ستكون بحسب تحليلاتك؟ بعد الانتخابات. من سيتحالف مع من؟ هل سيكون هناك تكتلات ربما؟ هناك حديث مثلا. سيكون هناك تكتل اللبنان القوي. الذي سيدعم رئيس الجمهورية في مشروعه. سيكون هناك تكتلات. أنت كيف ترى هذه التكتلات ستكون عليها؟ من مع من؟ من ضد من؟ نحكي على المستوى السياسي. أنا أعتقد أن ما سمي بالتسوية الرئاسية ستظل قائمة. لأنه أصلا عينوا نفسهم اليوم. مين يعني؟ الرئيس سعد الحريري عين الرئيس بري رئيس مجلس. والرئيس بري عين رئيس سعد الحريري رئيس مجلس. خلصت. والإخوان بقيادة حزب الله الحجم محمد رعد. وعينوا الرئيس بري رئيس مجلس. يعني عمليا. بس الوزير جبران بسيل غير واحد. عمليا. بعد محلنا نعيد إنتاج نفس السيغة أو نفس التركيبة السياسية. وهنا نقطة مهمة التي أشارها الدكتور عمر. أنه لا يوجد إمكانية لا للمسائل ولا للمحاسبي. وبالتالي نظام المحاصص والفساد مع احترامي وتأديري لكلام سمحت السيد في هذا المعنى. لن يتغير. ومن الصعوب اختراقه في ظل هذا القانون. وبالتالي نفس الحكومة التي تشفيها. القوى السياسية. رح ترجع. وجوه ربما جديدة في الحكومة. لكن القادة التلسلية تتغير. استثمي الكتاب ستبقى معارضة؟ برأيك؟ إذا لم تجد لنفسها أو لم يقدم لها مقعد في مجلس الوزراء. نعم. لست كتابيا. ولكن بحسب رأيك. هناك مشكلة في مسألة المعارضة. ستكون في المرحلة المقبلة. ليس هناك من حزب قوي في المعارضة؟ مشكلة نظام ديمقراطي. لأن لن نكون بصدد نظام ديمقراطي وبنظام حزب معارض. سوف نعيد إنتاج نظام حصص الذي كان قائما مع بعض التعديد بموازين القوى. أما بالنسبة للتحالفات. فهذا سوف يعكس موازين القوى في الإقليم. إذا تبدلت موازين القوى في الإقليم كل التفاهمات ستتبدأ؟ بدأنا نرى كيف بعض التفاهمات والتحالفات بدأت تهتز. أعطينا مثال. مثلا التيار الوطني الحر موقفه من مسألة العدوان على السوريا. متميز عن المستقبل. متميز عن المستقبل. وأخذ بعد بسافة من مسألة حزب الله. طرح رئيس الجمهورية لمسألة السياسة الدفاعية. هذه أيضا إشارة إلى إعادة تموضع على الساحة الداخلية. في سؤال أخير سيد عمرتا. لنختم نشمل معك. المشهد العام توافق على أنه سيبقى هو نفسه المشهد الذي سادى بعد انتخاب رئيس الجمهورية. تحالفات مختلفة متنوضة. هناك مقياس واضح. لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال. لأنه يجب أن ننتظر النتائج. ويجب أن ننتظر التطورات من الآن حتى الانتخابات. وكيف ستكون الأمور. ولكن أريد أن أقول أنه لا يوجد معارضة وموالاة عندما لا يكون هناك برنامج. الهدف الوحيد هو الوصول إلى المجلس. ولا يوجد برنامج. كيف يكون هناك؟ أنا خسرت بصير معارضة. لا. مع هذه الخلاصة سنختم هذا النقاش. فقط لكي نرد كيف يفكر أيضا المشاهدون في منازلهم. في مسألة النائب النفس. نحن سألنا سؤال. هل سياسة النائب النفس عن صراع المحاور قابلة للتطبيق في لبنان؟ نعم. 16%. فشل تام. وكلا حصلت على 84%. هذا على فيسبوك. أما على تويتر كان الجواب 20% لنعم. وكلا 80%. معظم المشاركين يعتقدون أن لبنان لا يمكنه أن ينقى بنفسه. أما السؤال الثاني فهو ما الصيغة الأمثل لحماية لبنان؟ 16% صيغة تعتمد على الجيش. أما 84% صيغة تعتمد على الجيش. والمقاومة. شكرا. إذن مع هذه النتائج مشاهدين نصل إلى ختام هذه الحلقة. مجددا أشكر ضيوفنا على إحمادة الصحافي والكاتب السياسي. عمر نشيبي أستاذ في العدالة الجنائية ومحاضر في القانون الدولي. أستاذ محمد عبيد أيضا مدير العام السابق بزارة العالم لبنانية. وسامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم مشاهدين على متابعة على المحك. إلى اللقاء. شكرا لكم.